السلام عليكم ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا أقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبيل الديزل اليوم الحصاد تعناوين غادي نتكلموا على الترقب كبير من الجماعيل المغربية يعني ترقب كبير من الجماعيل المغربية بسبب قرار توهرة بارسلون لحديث حاليا في الشارع الرياضي المغربي إلا على قرار الملتقب من جمال توهرة بارسلون الإسباني بشأن تمثيل المنتخب المغربي يعني يمثل منتخب لا يمثلش بالصحية وين يمثل المنتخب المغربي دامين بلغ من العام 16 سنة فقط ولد في إسبانيا من آب مغربي وأم غينيا حيث لفت الأنظار إليه بقوة بعد أن منحه الأسطورة الإسبانية تاري مدير الفني لنادي بارسلون فرصة مع الفريق الأول في نهاية العام لرياضي الماضي قبل أن يتحول إلى عنصر أساسي مطلع المنصيم الحالي وفي هذا السياء وينعلم بالموقع قول من مصادر خاصة أن هناك حالة من عدم التفاؤل داخل الجامعة المغربية لكرة القدم بخصوص قرار اللعاب الملتقب وعلى الرغم من أن اللامين لم يخبر أي شخص بقراره لكن حادثه مع المسؤولين في المغرب يؤكد على أنه الأسباب كراوية ياميل لتمثيل منتخب إسبانيا وحسب آخر تقارير يستعد الجهاز الفني المنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم استدعائه موهبة بارسلون خلال فترة التوقف الدولي القادم لإغلاق الأبواب أمام انضمامه إلى الأسود الأطلس والجديد بالذكر أن ياميل أصبح أسغل لعاب في القرن الـ 21 يصنع هدف في الدول الإسباني وذلك عن عمر 16 سنة المهم هو أنه يرون الرغم من المغرب لا يحلن اللعب على ذلك فهذا يذهبه بأسهولة لقد يكون مغربة لذلك يجعلوا نهاية الضوء لقد يجعلوا يليسون من المغرب هذه هي يا أخي مهي سهلة المهم ما يستهل عليهم ما يستعيب عليهم فانك ما يستعيب عليهم هذه اللي نعرف عليهم لعاب يعني وين نقولوا بليل خاصة وين نقولوا بليل كيسموه ب وين اللقجة يعني وين عملوا على اللعاب كيسموه اللعاب إبراهيم ديارس اللي جابوه يعني صعيق رحنا وزيد فانيك وين لامين جمال وين كان عندو اجتماع مع والد الرقرقي حسين حسين خرجاء يعني وين العائلة تعوه مع الام ومع الاب مع الموحيط تعوه موحيط تعوه مغاربة يعني موحيط تعوه وين هما مغاربة وين شادنا وين أصبح موهبة لامين جمال حديث العام اليوم وتغنت به كل الصحب والمواقع الخاصة بعد مباراة الأمس بين يوم أمس يوم الأحد بين بارسلون ربيا ريال إذ استطاع الصحب 16 سنة وشهرين من قلب الموازين يعني للمباراة لصالح ناجيه وفاز بجائزة رجل المباراة محطم الرقم القياسي إذ لم يسبق للعاب يعني لأي لعاب في ميسل هذه السن أن حاز على هذا الإنجاز خاصة وأنه في بدايته الأولى فقط هي الإعلام الإسباني هو اللي لا يغلط الإعلام الإسباني هو اللي لا يغلط يعني وين يزغط وين وين الإشاءات كما تواعنا مساكين فانك تواعنا فانك في فرنسا فانك الإعلام فانك تسيبه يضغط تسيبه كل واعده كيفاش يهدر كل واعده كيفاش يهدر صرته قضية تعوار نهالي قضية تعوار لنضع لها غلالة كبيرة يعني قضية تعوار بعد تصريحات وكان شارف لنا وين دارت التصريحات التاع أول مكالمة وآخر مكالمة كانت عندها كانت هنا في هذا القناة لكم تشوفوا فيها بعدما خرج المشرف تعال منتخب الجزائري وين كذبني الناس كذبوني لكن في الآخر وين عوارة في الجزائر اليوم نرى هذا وين قوة يعني قوة شخصية لقجع قوة شخصية لقجع وقوة يعني وليد خاصة حسن خرجع يعني حسين خرجع لعنده تجربة كيف يكون كيف يقنع لعابين خاصة وين كان مرافق لإبراهيم دياس حتى لجابة للمغرب باش يوافق وين كانوا يقول إن شاء الله يكون مع المنتخب المغربي في النهاية لعابة 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 دمي فنل لمبة Shawnpion's League لعابة 기는 من مhertz ج نا وعلى لامين لامين هذا ليصنع الحدث يعني وإن شأنه إلا الناس يعني لامين فإن هذا ينبع يعني وإن الحقد من الصحافة الإسبانية تريد خطف هذا العربي وهو لامين جماد يعني وإن شأنه يعني وهو شأنه وإن لامين جماد يرتدي حذاء الأيمن مرسع بالراية المغربية في الحذاء الأيسر وفي الحذاء الأيمن وفي الحذاء الأيسر يعني زيارة يعني وإنه قل براية غينية استوائية دات عموه بابه مش دات عسبانيا يعني الآب يتواجد بالمغرب وإن شأن الآب يامين جماد يتواجد بالمغرب في زيارة لولادته بقصر الكبير وفي شمال المغرب وأمريته أن يحمل جمال الألوان المغرب ونفس الشيء لجدته جدة لامين التي ترى في حافيدها أحسن خلف لمحمد التيمومي والإسبانيون بدورهم يزغطون بكل قوة للحصول على موافقة اللعاب لحظون في معسكر قادم للاروخة لكن الأم لازالت حائرة وتطلب فقط التريض فهي تريد أن ترى ابنها في أحلى بنيا بعيد عن ضغوطات يعني أحلى بيئة بعيد عن ضغوطات لكي لكن المعطة الإيجابي الذي سيستغله فوزي لقدع هو إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني لكواث القدم من طرف الفيفا بعد فضيحة القبلة الشاهرة للعبة من منتخم الإسباني متوج بكأس العالم السيدات مما جرى معه غاضب الكبير في أواصل رياضية وطلبت الكاتب بإقالته وتقديمه للمحكمة وهو تصرف سيؤثر كذلك على ملف الثلاث في كأس العالم لكن يبقى المحيط الأكثر تأثير على من جمال هو النادي فالمدرب تابي في تصريح لأمس يعني تغنى كثيرا بجمال وتمنى أن يمثل إسبان مستقبل لكنه ترك له الحرية لاختيار وما يهمه أن يطول ما قامه ببرسولون ويساعده على إحراز الكثير من الألقاب لعاب يعني وأن عنده سبحان الله لعاب كبير لعاب كبير يعني لعاب قيمة كبيرة هذه هي أنا فرحت مجابو إبراهيم دياس مجابو هذا إبراهيم دياس أو العمي يعني راح في المغرب راح يتصاور من ديا إبراهيم دياس هراوي راح ويصاحب المطعم ببرسولون ينصر صورة حديثة لوالد لوالد داقراقي ولامين جمال صورة جعلت الإسبان في حال الطوارئ وإن وإن الناس عادية راح وإن يتصاور الصحفي وإن أقول لكم مرود وإن أقول لكم وإن أعود لكم لكم وإن وإن أعود لكم وإن مصحب عاب كبير هذا إذا إذا أخذت هذه المغرب أخذ إذا أخذ 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 ما تنسوا شعطونا الجمع كومنتروا وpartاجونا لفيديو إن شاء الله دايما معكم بجديد ومشي أبوني أبوني معنا وربي يحفظكم ويحفظنا معكم إن شاء الله يا ربي